اشتركوا في القناة مهمة جدا لازم نعرفها عن توتان خامون رقم واحد سبب شهرته توتان خامون يا جماعة اتشهر لانه اول مقبرة تم اكتشافها من غير محد يلمسها منها القصوص يعني لما فتحها هوارد كارتر اول هوا خرج الهوا ده كانت قفل عليه من اكتر من 3000 سنة عشان يقدر الانسان الحديث يشوف الشكل المقبرة كان عامل ازاي لانه بعيد عن نوك واحنا مفيش مقبرة في مصر واحدة لم يتم نبشها واكتشافها واخد كل ما فيها وطبعا الدول كلها استفادت جدا من اثار مصرية مش بس مصر طبعا لو روحنا اي متاحف خارجية انا اكتشف ان نص المتاحف قائمة على اثارنا بيتلمع عليها تذاكر كل يوم كانت ممكن تعمل لنا دولتين فوق الدولة اللي احنا عشين فيها ده اول حاجة لازم نعرفها عن توتان خامون وكمان لانه كمان طبعا مات في سن صغير جدا فده يعتبر شيء مذهل طفل بيحكم مصر رقم اتنين بالنسبة لي هو انه انسان عنده تسع سنين تولى الحكم اصبح عنده 18 سنة مات في ظروف غمضة اسمه توت عنخ امون الصورة الحية للاله امون او الصورة الحية لامن وده النهاردة لو بننكلم صح هو من اكتر الملوك الصغار اللي موجودين ليهم تأثير قوي قوي مش عشان عمل اي فتوحات او اي حاجة غير انه طفل مات والدفن في مقبرة مت كرويته حرفيا يعني يخدوها حطوها في مقبرة صغيرة كركبوا الحاجة وكربسوها وحطوها تحت الارض واحنا اكتشفناها وده دايما بديني تساؤل مهم جدا لو كنا اكتشفنا ومش بس توت عنخامون شوفنا رمسيس التاني تحطمس حاتش بسوت يا طرق كانت مقابرهم هتكون عاملة ازاي ده شيء طبعا ملهم جدا للخيال والاسف احنا بنتفرج على الحاجات دي كلها معمول لها طفنية كبيرة جدا عشان نقدر نلمها على متاح في العالم عشان نقدر نفهم ان القطع دي خرجت مرة من عند رمسيس التاني والقطع دي كانت من عند احمس وطبعا كله جريمة متفرقة في جميع نحاء الارض رقم 3 اكتشاف المقبرة رسميا تم سنة 1922 من قبل هوورد كارتر واللورد كارنرفون اللي مات بعد وقت بسيط جدا من اكتشاف هذه المقبرة يعني راجل جات له نموسة ارسته في خده جات له حمى سخن باز مات وطبعا ده ادى الى نتيجة مهمة جدا هي نشأت فكرة لعنة الفرعونة وده اللي خلانا النهاردة بمساعدة ارثر كونان دوي الكاتب الانجليزي الشهير انه اللي كاتب لنا تشيرلوك هولمز هو اللي ادهم فكرة ان الممياء بتتحركوا ليها لعنة وبتقتل كل الناس اللي نبشوا مقبرتها علشان يتحول الفرعون الى اهم تيمة من تيمات الدراما رقم 4 لازم نعرف ان هوورد كارتر لم يشتهر فقط على انه مستكشف ولكن مؤخرة نيمكن من سنة واحدة بس فاتت تم التأكد ان هوورد كارتر كان لص كبير جدا جدا سرق من ايام المقبرة وجه او رأس اللي توت عن خامون خرجه من ظهرة لوتوس وحطها جوه صندوق نبيت واسابها جوه مقبرة اخرى في محاولة ان هي يتعدي وياخدها ويطلع بيها وحطوا نفسكم مكان وانا رجل عمال يكتشف في ارض تانية والناس دي ناس طيبين فقرر ان هو ياخد قطع ولكن اللي اكتشفنا انه هو خد قطع كتيرة جدا من وجه المقبرة دي واهدى بعض القطع لاصدقاء ومنهم واحد كتف مذاكراته ناخد هدية فطبعا اشتهر كارتر باللوصوصية بسبب هذه المقبرة وتلغى التصريح بتاعه في سنة 1922 حصل مشكلة في وقت ما انهم لغوا التصريح بتاعه بنقبل الرئيس والزعيم سعد زغلول وقتها علشان احساسه بسرقة هذه الاكتشافات واخر حاجة لازم نعرف انهم عشان يخرجوا الماسك الدهب اللي هو اغلى قطع اسرية على وجه الارض حرفيا اكتروا انهم يقطعوا جسد الملك سبع اجزاء فرخة خالص يعني جماعة يدين ورجلين راس جزع وفرتكوه عشان يقدروا يطلعوا ده وضموه واللي اكتشف هذا الموضوع جهاز الامر اي اللي شغلته وقدريته وطلعت تقريره دكتورة صحر سليم المصرية المتخصصة في علم اشعة الاسر وطبعا دي خمس معلومات لو معرفتنهمش هانتو تعموني بقى نروح نقعد في اي حتة تانية غير مصر يا جماعة اشوفكو بكرا اشتركوا في القناة